السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناي وبناتي تلاميذ تلميزات الصف السادس الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح الدرس الأول من الوحدة الأولى دخول العثمانيين مصر من منهج الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد الدرس الأول دخول العثمانيين مصر بعد انتهاء عصر الدولة الأيوبية تولى الممليك حكم مصر حتى دخول العثمانيين مصر بعد انتهاء عصر الدولة الأيوبية الممليك تولى حكم مصر حتى دخول العثمانيين مصر فما هي العوامل التي أدت إلى سقوط دولة الممليك والتي ساعدت على دخول العثمانيين إلى مصر ده يا أولاد اللي أعرفوه في درس النهاردة دولة الممليك ما المقصود بالممليك الممليك يا أولاد هم غلمان تم جلبهم بواسطة التجار إبقى غلمان تم جلبهم بواسطة التجار أولاد أول حاجة أحوال مصر قبل الحكم العثماني أحوال مصر قبل الحكم العثماني كانت مصر قبل مجيء العثمانيين تحت حكم الممليك امتدت دولة الممليك في مصر وبلاد الشام واليمن وأطراف الجزيرة العربية يبقى أحوال مصر قبل الحكم العثماني مصر كانت قبل مجيء العثمانيين تحت حكم الممليك دولة المماليك امتدت في مصر و بلاد الشام واليمن وأطراف الجزيرة العربية وده أولاد خريطة توضح حدود دولة المماليك فهنا أولاد اللون الأصفر مناطق خضعة المماليك واللون المخطط ده أولاد مناطق غزاها المماليك فالخضعة تحت حكم المماليك زي حمنا شايفين أولاد الشام ومصر واليمن وأطراف من الجزيرة العربية لما نيجي بعد كده يا أولاد نشوف العوامل ازدهار الدولة المملوكية عوامل ازدهار الدولة المملوكية ازدهرت في مصر والشام فيجي لك سؤال يقول لك بما تفسر ازدهار الدولة المملوكية في مصر والشام تقول يا أولاد الإجابة بسبب موقعها الجغرافي المسيطر على طرق التجارة بين أوروبا والشرق بما تفسر ازدهار الدولة المملوكية في مصر والشام الإجابة تقول ليه بسبب موقعها الجغرافي المسيطر على طرق التجارة بين أوروبا والشرق طيب ايه هي عوامل ضعف وانهيار الدولة المملوكية اول سبب يا ولاد سوء الاوضاع الاقتصادية في دولة الممليك سوء الاوضاع الاقتصادية في دولة الممليك فيقول لك بما تفسر سوء الاوضاع الاقتصادية في دولة الممليك تقوله بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح عام 1498 بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح عام 1498 طب رقم اتنين اولاد من عوامل ضعف وانهيار الدولة المملكية سوء الاوضاع السياسية وضعف القوة العسكرية سوء الاوضاع السياسية ويا تاني اولاد وضعف القوة العسكرية يقول لك بما تفسر تقول يا اولاد بسبب الفتن والاضطرابات بين فرق المملك المختلفة بسبب اولاد الفتن والاضطرابات بين فرق المملك المختلفة يجي لك في الامتحان يقول لك بما تفسر سوء اوضاع الدولة المملكية السياسية وضعف قواها العسكرية تقول يا اولاد بسبب الفتن والاضطرابات بين فرق المملك المختلفة الطرق التجارية البحرية واحد طريق رأس الرجاء الصالح قديما واثنين قناة السويس حديثا طريق رأس الرجاء الصالح قديما يا أولاد يدور حول القارة الإفريقية من جهتين الغرب والجنوب يدور حول القارة الإفريقية من جهتين الغرب والجنوب للوصول إلى الهند بقارة آسر الوصول إلى فين أولاد إلى الهند بقارة آسيا اكتشفه من أولاد البرتغاليون اكتشفه البرتغاليون أواخر القرن الخامس عشر الميلادي عام 1498 ودي أولاد خريطة بتوضح طريق رأس الرجاء الصالح هنا أولاد البرتغال اكتشفته بيدور حول قارة إفريقيا من الغرب إلى الجنوب وصولا إلى أولاد وصولا إلى الهند بقارة آسيا بعد كده أولاد حديثا قناة السويس حديثا تربط بين البحرين المتوسط والأحمر تربط بين البحرين المتوسط والأحمر الدولة العثمانية ما المقصود بالعثمانيين العثمانيين هم قبائل من آسيا الوسطى طب عرفوا بالعثمانيين نسبة إلى مؤسس دولتهم من مؤسس دولتهم أولاد؟ عثمان بن أردخل عشان كي سموها أولاد الدولة العثمانية عرفوا بالعثمانيين عرفوا بالعثمانيين نسبة إلى مؤسس دولتهم عثمان بن أردخل نشأت الدولة العثمانية في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي بنشأت الدولة العثمانية في نهاية في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي اتساع الدولة العثمانية عهد محمد الثاني عام 1451 إلى 1481 ميلادي استطاع دخول مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية في عام 1453 محمد الثاني أولاد استطاع دخول مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية في عام 1453 اتخذها العثمانيون اللي بين قصين أولاد الأطراق عاصمة لهم بل الأطراق أو العثمانيون اتخذوها عاصمة لهم اللي هي مدينة القسطنطينية اللي كانت عاصمة الدولة البيزنطية بعد كده أولاد عهد سليمي الأول عام 1512 إلى 1520 مع بداية القرن السلطان سليمي الأول عام 1512 إلى 1520 ميلادي نحو المشرق العربي هذه أولاد خريطة توضح حدود الدولة العثمانية في بداية القرن السلطان حدود الدولة العثمانية في بداية القرن السلطان الجزء الأخضر ده يمثل حدود الدولة العثمانية الجزء الأخضر ده أولاد يمثله حدود الدولة العثمانية سيطرت العثمانيين على الشام ومصر سيطرت العثمانيين على بلاد الشام معركة مرج ضابق عام 1516 طب إيه أذباب المعركة يا أولاد أذباب المعركة أدى ضعف دولة المماليك إلى اتجاه السلطان سليمي الأول لضم بلاد الشام أذباب المعركة ضعف دولة المماليك مما أدى إلى اتجاه السلطان سليمي الأول لضم بلاد الشام طب أطراف المعركة كانت بين من ومين القوات المملكية والقوات العثمانية بقيادة سليمي الأول طب مكان المعركة مرج ضابق شمال سوريا مكان المعركة أولاد مرج ضابق شمال سوريا نتائج المعركة هزيمة القوات المملوكية وبذلك سيطرت الدولة العثمانية على بلاد الشام وانفتح الطريق أمامهم لضم مصر إبا نتائج معركة مرج ضابق تقول هزيمة القوات المملوكية سيطرت الدولة العثمانية على بلاد الشام وانفتح الطريق أمامهم لضم مصر سيطرت العثمانيين على مصر معركة الريدانية عام 1517 معركة الريدانية عام 1517 أول حاجة أولاد سبب المعركة فنقوله اتجه الزعف العثماني نحو مصر باعتبار هي أولاد المقر الرئيسي للسيادة المملكية ومفتاح للمشرق العربي يبا سبب معركة الريدانية اتجاه الزعف العثماني نحو مصر باعتبار هي مقر الرئيسي للسيادة المملكية ومفتاحا للمشرق العربي طب أطراف المعركة كانت بين مين ومين القوات المملكية بقيادة طومان باي هنا أولاد طومان باي حاول جاهدا إعداد تجيز جيش لمواجهة الجيش العثماني اطراف الثاني أولاد القوات العثمانية بقيادة سليم الأول طب كان مكان المعركة فين أولاد مكان المعركة الريدانية في الصحراء العباسية الريدانية في الصحراء العباسية نتائج المعركة هزيمة القوات المملوكية دخول العثمانيين القاهرة عام 1517 انتهاء دولة الممليك أصبحت مصر ولاية عثمانية نتائج المعركة تقول هزيمة القوات المملوكية دخول العثمانيين القاهرة عام 1517 ويتقول تاني انتهاء دولة الممليك وأصبحت مصر ولاية عثمانية أسباب هزيمة الممليك أمام العثمانيين فيقول لك بما تفسر أسباب هزيمة الممليك أمام العثمانيين تقول الإيابة أولاد عدم الاستقرار الداخلي وخيانة بعض أمراء الممليك عدم الاستقرار الداخلي وخيانة بعض أمراء الممليك التدهور الاقتصادي ويتاني أولاد النظم الحربية التقليدية التدهور الاقتصادي والنظم الحربية التقليدية تمثل السلاح الرئيسي للقوات المملوكية في الفرسان في حين أولاد امتلك الجيش العثماني قوات من المشاوة المدفعية وهما سلاحان أولاد لعب درق مهم في حسم المعارك الحربية بين الطرفين وده أولاد خريطة توضح موقع المعركتين هنا أولاد معركة مارج ضابق ودي موقع معركة الريدانية بالصحراء العباسية ودي في بلاد الشام مارج ضابق في بلاد الشام مفهيم مصطلحات الدرس أولاد أول حاجة المماليك المماليك تعريفهم غلمان تم جلبهم بواسطة التجار واشتراهم السلاطين والأمراء والحقوهم بمدارس خاصة وقد تولوا الحكم عقب انهيار الدولة الأيوبية العثمانيون تعريف العثمانيون قلنا قبائل من آسيا الوسطى عرفوا بالعثمانيين نسبة إلى مؤسس دولتهم عثمان ابن أردخل طب طريق رأس الرجاء الصالح تعريفه دقور طريق بحري يدور حول قارة إفريقيا من جهتين الغرب والجنوب اكتشفه البرتغاليون أواخر قرن الخامس عشر الميلادي عام 1498 طبعا نأخذوا بعد كده أولاد الشخصيات الذكرى في الدرس وأهم أعمالهم عثمان ابن أردخل أسس الدولة العثمانية يبقى أردخل أسس الدولة العثمانية محمد الثاني دخل المدينة القسطنطينية واتخذ عاصمة للدولة العثمانية طب سليمي الأول أول سلاطين الدولة العثمانية الذي اتجه بجيوشه نحيط الشرق يبقى أول سلاطين الدولة العثمانية اتجه بجيوشه نحيط الشرق طمان باي قائد الممليك في مصر وقتل في موقعة الري دانية طمان باي قائد الممليك في مصر وقتل في موقعة الري دانية بعد كده أهم أحداث الدرس عندنا أواخر القرن الثلاثتاشر نشأت الدولة العثمانية نشأت الدولة العثمانية طب عام 1453 دخول مدينة القسطنطينية عام 1498 اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح طب بعد كده عام 1516 انتصار سليمي الأول العثماني في معركة مرج ضابق عام 1517 انتصار سليمي الأول العثماني في معركة الري دانية هذا أهم الأحداث الدرس عن رخص الدرس أولاد بسرعة دخول العثمانيين مصر هنا أولاد الممليك العثمانيين الممليك يا أولاد غلمان اشتراهم السلاطين وحكموا مصر بعد سقوط الدولة الأيوبية أما العثمانيون قبائل من آسيا الوسطى تأسست دولتهم في أواخر قرن الطلق طاشر الميلادي على يد عثمان ابن أردخل عوامل اصدار دولة الممليك أولاد الموقع الجغرافي المسيطر على طريق التجارة بين أوروبا والشرق وعوامل ضعف دولة الممليك سوء الأوضاع الاقتصادية سوء الأوضاع السياسية والعسكرية بالنسبة للعثمانيين أولاد التوسعات محمد الثاني دخول مدينة القسطنطينية عام 1453 ميلادي سليمي الأول أولاد النصرة على الممليك في معركة مرج ضابق عام 1516 سيطرة على الشام والريدانية عام 1517 سيطرة على مصر أسباب هزيمة الممليك عدم الاستقرار الداخلي والخيانة التدهور الاقتصادي والنظم الحربية التقليدية وبكده أولاد وصلنا معاكم لنهاية درسنا النهاردة أرجوكم استفدتم معنا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لا أصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته